أهلاً فيكم من جديد مكملين معكم بـ Extra Time اختتمت قبل أيام بطولة القدس والكرامة هاي البطولة تقام للمرة الأولى وجماعة أندية من فلسطين والأردن الوحدات حقق لقبها بالفوز على جبل المكبر بنتيجة 4-2 لنحكي أكثر عن هذه البطولة معنا صانع الإنجاز مدرب الفريق رأفة علي مساء النور، مساء النور ألف مبروك أول إشي بارك فيكي يعني بطولة تاريخية طبعاً بنسختها الأولى حضرتك بتفوز بلقبها ماذا تعني بعيداً عن الأمور الفنية ماذا تعني المشاركة بمثل هذه البطولة وتحديداً إلك أنك تفوز باللقب أيضاً يعني أول إشي سعد مساكي ومسى جميع أخواننا المشاهدين وإخواتنا المشاهدات بطولة القدس والكرامة النسخة الأولى بلدنا الثاني فلسطين شعبنا بواجهة ظروف صعبة يعني بطولة كانت مثالية في كل المقيس كانت على مستوى التنظيم نشكر للتحاد الأردني والالتحاد الفلسطيني أول شي صناع الأمجاد هم اللاعبين مش رأفت على اللاعبين اللي قدموا والتزموا وطبقوا التعليمات والواجبات المطلوبة منهم على أكمل وجه بالنسبة لي كمدرب أول بطولي أنا بقول نادي الوحدات فيها إنجاز كبير طبعاً نادي الوحدات زي ما أحكي أنا دائماً نادي كبير بجمهيره بإدارته اللي دائماً واقف معه جمهير نادي الوحدات الضواقة الكبيرة في كل مكان نادي الوحدات هو من يصنع اللاعبين وهو من يصنع المدربين أنا ابن من أبناء نادي الوحدات بفتخر وإني أكون من هذا الكيانة العظيم يعني كابتن لما وصلته كنا نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف من خلال مباريات الاستقبال الكبير من الشعب الفلسطيني نعم لكل الفرق الأردنية المشاركة وترحيب كان كتير كبير أدي عمل أثر في اللاعبين وفيكم بشكل عام هذا الترحيب وهذا العدد من الجماهير اللي شفناه الترحيب كان في كل مكان صراحة كان بالتمرين كان بالأسواق بالشوارع بالأوتيل كانت الناس ما تتركنا صراحة ناس محبة لكرة القدم ناس محبة لبلدها الثاني الأردن يعني كانت العلاقة اللي بتربطنا فيهم علاقة قوية جدا يعني زي ما بيحكم ما صدقوا إحنا ننزل عندهم فكانوا دائما معنا متواصلين معنا طبعا بوجه تحية كبيرة لهم كلهم لازم أخص ابناء بلدة العبدية في بيت لحم كانوا ملتزمين معنا من أول يوم لآخر يوم ما تركونا وقفوا معنا بوجههم تحية من خلال تلفزيون روحي طيب البطولة إذا بنا نحكي يمكن شكلت تحدي خاص بالنسبة إليك نعم ممكن تحكي لنا أكتر عن تحضيراتك للبطولة واستعدادك إلها خصوصا إنه الوقت كتير كان ديء اللي كان متاح لإلك يعني هول الوقت ما كان قصير لأن أنا كنت مع الفريق بالفترة الإعداد الأولى أنا كنت معهم لي وحدي بعد تقريبا شهر أجل كابتن فييرا اشتغلنا تقريبا شهر ونصف مع بعض مع الكابتن فييرا وأنا موجود مع الفريق وعارف كل التفاصيل الصغيرة اللي داخل الفريق صراحة وبعد ذيك بعد فترة شهر ونصف تم إنهاء خدمات الكابتن فييرا طبعا نتمنى له التوفيق وينما كان بعدها استلمت أنا والمدة مش قصيرة لأني أنا عارف اللاعبين وعارف يعني سيستم اللاعب اللي بحبوه طريقة اللاعب اللي بحبوها أسلوب المبرة اللي بحبوه يلعبوا فيه كرة القدم كانت فكانت الأمور كلها سهلة علي نوعا ما من خلال تجميع الفريق يعني تجميع الفريق عملية من السهلة بعد خروج من بطولة الدرع وخسارة من المنافسة التقليدي النادي الفيصل النادي كبير طبعا كان العمل كله علي أنا الحالي لأنا المحيد كنت موجود معي الكابتر رشيد مدرب حراس طبعا كل التهيير للكابتر رشيد لأنه نقام بدور كبير معي وقدرنا نلم المجموعة ونركز إحنا ليش نزلين نزلين نمثل لأردن خير تمثيل نزلين نحقق نتائج طيبة رايحين نغير طريقة لعبنا وأسلوب لعبنا رايحين عشان نرجع للأسلوب القديم الحالة الهجومية المميزة اللي بتمتع فيها من هذه الوحدات سابقا الحمد لله يعني كل الفوائد هاي قدرنا نحصو عليها حلو أكيد القرب من اللاعبين ومعرفتهم كمان بيعمل انسجام والانسجام بكل تأكيد بيودي للنتائج صحيح البطولة بتصير في أرض فلسطين وباسم القدس والكرامة الحمد لله رب العالمين تعبنا اجتهدنا وصلنا لهذه المرحلة وجبنا البطولة بطولة كويسة بطولة يعني بتعطينا دافع معنا ويقابل أبطال آسيا بنشكر جمهورنا اللي سندنا بفلسطين وجمهورنا اللي سندنا بالأردن وتحملنا الحمد لله ان شاء الله أبطال آسيا بنقدر نقدم أداء يشرفنا ويشرف كل الأردنيين ويشرف جمهورنا هذا الوحدات إن شاء الله أول شي الحمد لله رب العالمين يعني بنشكر كل ما نقام على هاي البطولة قدمنا اجتهدنا بالنهاية ربنا اكرمنا بالتتويج الحمد لله رب العالمين بنشكر كل الفرق اللي شاركت بالبطولة نتمنى نها تكون محطة استعدادية كويسة لنا دافع معنا ويجيد قبل بطولة أبطال آسيا متوجيين عليها إن شاء الله أنه ربنا بقدرنا وبنكون عند حصن ذن جمهورنا فينا وبنشكركم جميعا وتوجدكم تعالي لمين هديتا؟ عمتي مقيمة هنا في فلسطين أول شي ألف مبروك بدنا تعبري عن هذا الفرح بطريقتك الخاصة بكلمة بزغروتها بأي إش بدكية أنا أول إش ببارك لنادي الوحدات وللكابتن طارق خاصة وببارك وبتمنى إن الفوز هذا لوالد طارق خطاب اللي هو كانت منيتة توفاء الله كان حابب يجي يحضروا المباراة وبهديه هذا الفوز بعد إذن نادي الوحدات وبعد إذن طارق خطاب لوالد طارق خطاب اللي هو زياد جبر خطاب طبعا الحمد لله رب العالمين على الفوز وعلى بطولة طبعا بطولة يعني بصراحة ما كانت سهلة كانت صعبة لأنه بصراحة كل الأفريقى بنفس المستوى بصراحة يعني البطولة هاي يعني ما في حدا كان فيها خاسر الكل بصراحة بصراحة ربحان طبعا بنشكر اللي نظموا هاي البطولة أنا بتمنى إنه كل سنة تكون في بطولة زي هيك تجمع إخواننا واشقائنا في فلسطين يعني كابتن أجواء حماسية شفناها إحنا حتى مش بس بيوم التتويج كنا نلاحظ هاي الأجواء من أول يوم لحد آخر يوم لعبت مع شباب الخليل شباب رفح مع الفيصلي وفي النهاية مع جبل المكبر كيف بتقيم مستوى الأندية خلال هذه البطولة وكيف تعاملت مع كل مباراة من هذه المباريات يعني أولي شي كانت المباراة الأولى الافتتاحية كان هم كبير عنا إنه إحنا نلعب حالتنا الهجومية من أول دقيقة لآخر دقيقة فوجهنا الرسالة للعبين إحنا عن أسلوب اللعب وطريقة اللعب اللي رح نشارك فيها الحمد لله اللعبة استوعبوا الطريقة والأسلوب بشكل سريع لأنهم اللاعبين موهوبين ولاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى الحمد لله من بداية المرة لنهاية المرة وإحنا بحالة هجومية مميزة كان عنا بعض المشاكل بالارتدادات بالحالة الدفاعية لكن مع الوقت الحمد لله قدرنا نتجنب الكثير منها يعني المباراة الأولى كانت مع شباب خليل فريق كبير بطل الدوري من سنتين ما خسر 19 مباراة الموسم الحالي بدون خسارة مش مسجل عليه إلى تقريبا سبع أهداف في موسم كامل فكانت المباراة صعبة ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى الحمد لله يعني البداية كانت ممتازة وفوزة بنتيجة كبيرة على نادي كبير هو شباب الخليل ثلاث سفر الانباراة الثانية طبعا مع أهلنا أو شاعبنا المحاصر في غزة فريق كبير ما أجوا كامل الفريق لكن عززوا الفريق تقريبا بسبع لاعبين من الضفة الغربية فريق مميز بيلعب بروح عالي جدا برضو قدرنا يلعب معه بأسلوبنا المعتاد اللي احنا بلشنا من أول يوم بالبطولة فيه اللي هو الحالة اللجومية والاستحواذ والسيطرة على الكرة الحمد لله اللاعبين طبقوا كمان المطلوب منهم بدون جود بدون الحمد لله إصابات خرجنا من المباراة بأقل مجهود بفوز وبانتصار وبهدف كان على أعلى مستوى طبعا المباراة الثالثة كانت مع أشقائنا واخواننا بالنادي الفيصل فريق كبير وفريق صاحب بطولات وشخصية البطل دائما موجود عنده زي وزي نادي الوحدات ومباريات الكريتسكو تكون دائما مميزة صحيح والتميز كان بالمباراة أنه موجود على الأرض فلسطيني الحبيبة قدمنا مباراة كبيرة تقريبا سيطرنا على معظم مجريات المباراة فريق الفصل كان فريق خطر عنده بعض الفرص في الارتداد الهجومية لكن بالنهاية صراحة من فاز هو من يستحق الفوز كان في المباراة بالضربات الترجحية أنصفتنا لأنه كنا مسيطرين على أغلب مجريات المباراة ولو أنه واجهنا طبعا صعوبة في بعض أوقات المباراة طبعا المباراة الختمية كانت مباراة الخطوة الأخيرة والتتويج باللقب الفريق كان مستعد دهنيا وفنيا عملنا بعد التغييرات على التشكيل عملنا مفاجأة للفريق المنافس قاعدنا يعني جلسنا ناس على احتياط من اللاعبين والنجوم اللي كانوا بالفترة الأولى للدوار الأولى المباراة الأولى والثاني والثالثة خصوصا الكابتن منذر والكابتن فراس شلباي فراس شلباي كان يعاني من بعض التعب والإرهاق وغيرنا أسلوب لعبنا بسيطا شوي لأنه أحمد ثائر رمانة لاعب الوسط أنا بعتبره دائما لأنه لاعب ذقيل بالكرة على أرض الملعب ودناه طرف يمين كان وجود الكابتن خارد عصام فعال ومؤثر في المباراة قدمنا مباراة كبيرة تسجل علينا هدف في بداية المباراة رغم سيطرتنا على بداية مجرية المباراة لكن بالنهاية الحمد لله اللاعبين كانوا رجال وطبقوا المطلوب منهم وقدموا مباراة كبيرة وسيطرنا على المباراة بشكل كبير وقدرنا نسجل أربع هداف وقدرنا نسجل أكثر لكن الحظ ما كان مع بعض اللاعبين بالنهاية الحمد لله مبروك لجميل نادي الوحدات وهارد لك لباقي الفرق طيب كبتن مين فيه لاعب استثمرت فيه في المباراة النهائية وحسيت أنه يعني أو بالبطولة بشكل عام مش شرط في المباراة النهائية وحسيت أنه ربحت من وراء حسيت أنه في المكان الصحيح وقدم أكثر من المطلوب كمانا لا أنا ما بدي أذكر لاعب واحد يعني بدل بقية اللاعبين من حراسة المرمعة لخط الهجوم كلهم كانوا مميزين طبعا فيه مكاسب في البطولة عودة خالد عصام لبعض من المستوى والتقلق أبو طاها ثبت أقدامه بشكل أو آخر في التشكيل الأساسي عودة اللاعبين في نص الملعب لسيطرة على الكرة والخروج بالكرة بعدد من اللاعبين مش بالكرة لحالها يعني كنا زمان سابقا أغلب الفرق تخرجيا بالكرة بمهاجم ولاعب وساندو حاليا صرنا نشوف شكل للوحدات أنه الحالة اللجمية خمس وست وسبع لاعبين في منطقة جزاء الخصب فهذه من مكاسب البطولة عودة الروح وشخصية الوحدات الحالة اللجمية وهذه من مكاسب البطولة وحضرتك مكسب للبطولة شكرا أنا موجود بقيادة الوحدات يعني لاعبين مميزين بكل تأكيد ولكن أثرك كان واضح عليهم يعني روح المحبة والاحترام الموجودة استغلناها أفضل استغلال جمعنا اللاعبين مع بعض مع الفريق مع المجموعة مع حتى الجهاز الإدارة كان موجود والجهاز الطبيعي كان موجود المشكور نقولهم يعطيكم العافية ما قصرتوا معنا بالنهاية يعني عمل جماعي ما في عمل فردي بأي شك من أشكال كاميرا أكسرا تايم أجرت اللقاء التالي مع المدير الفني لفريق جبل المكبر خضر عبيد خلونا نشوف شو حكم بشكر الاتحادين الفلسطيني والأردني على إقامة مثل هذه البطولة اللي فعلا يعني ما كناش متوقعين بصراحة إنه هذا النجاح هذا التنظيم هذا الشكل اللي يطلع فيه البطولة أهم من كل النتائج اللي حصلت في هذه البطولة كانت نجاح البطولة بحد ذاتها بقول إنه إحنا كمان أنا يعني الحمد لله بشكر ربنا إنه أنا كنت يعني من المدربين الأوائل في المشاركة في هذه البطولة وفريقي أدى أداء يعني أبل بلاء حسن يعني في البطولة إلا إنه يعني بتعرف هاي كرة خدم في النهاية لازم يكون فيه خاسر وفائز في البطولة استحقها نادي الوحدات بكل جدارة بصراحة متناهية بقول لهم ألف ألف مبروك بقول كمان مبروك لكل الفرق اللي شاركت في هاي البطولة عشانه وجودهم في البطولة هو عبارة بحد ذاته هو عبارة إنجاز يعني كابتن بكل تأكيد منافسة كانت قوية على أرض الملعب إذا بدنا نحكي شو الفرق بين الوحدات في بطولة القدس والكرامة والوحدات في بطولة الدرع يعني الفرق صراحة كبير يعني الفرق شاسع ليس لأني أنا موجود مع الفريق يعني أنا ببطولة الدرع كان كابتن فييرا موجود كان التحفظ موجود في أرض الملعب الحالة الوجومية قليلة حتى التعليمات والواجبات والمهام كانت محصورة في بعض اللاعبين عكس بطولة القدس والكرامة كان فيه تعليمات وتوجيهات ومهام لكل اللاعبين حتى اللي خارج الملعب روح الفريق بعمان صراحة كانت ها مش بالشكل المطلوب فلسطين كانت روح الفريق والعمل الجماعي على أعلى مستوى التنظيم والالتزام كان أعلى بفلسطين صراحة يعني هاي بعض الأمور اللي بقدر أحكي فيها طيب كيف تعاملت مع بعض الغيابات اللي كانت موجودة بالفريق يعني الوحدات بمنخضر احنا نازلين نشارك في بطولة كبيرة بطولة اسمها غالي على قلوبنا جميعا كان عندنا غيابات مؤثرة لكن الحمد لله اللاعبين الموجودين ما قصروا وقدوا الدور عليهم بأكمل وجه تعاملنا مع الأمور الفنية بشكل فني بحث لعبنا الأفضل اللي بيستحق الكل شارق يعني تقريباً لكل شارق إلا لاعب واحد طبعاً من هون أنا بأعتذر له أني أنا ما لعبته في البطولة هاي اللي هو لاعب الكابتن محمد يشام اللي هو لاعب مميز ومدافع مميز وله مستقبل كبير طبعاً نعم طيب حسام نصار مرسلنا كان متواجد في فلسطين وأجرى مقابلة بعد نهاية البطولة مع الفريق جبريل أرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلينا نشوف هذا الإنجاز هو تتويج لجهد مشترك على مدار أشهر للأطقم الأمان العامي في الاتحاد الأردني والاتحاد الفلسطيني والذين قاموا بالصياغة رؤية استراتيجية كان فيها أهداف واضحة وآليات سليمة لتحقيق هذه الأهداف بكل أبعادها بكل تداعياتها سواء كان في الرياضة وإلا في السياسي وإلا في التضامن والتلاحم وتجسيده من خلال هذه البطولة فالشكر كل الشكر لهذه الأطقم التي عملت ليل نهار لتحقيق هذا الإنجاز ولكن كمان كان فيه هناك إرادة سياسية عند القيادة السياسية الأردنية والقيادة السياسية الفلسطينية اللي وفرت كل أسباب النجاح ومن هون كل تحية لمن شارك بالتأييد بالإسناد أو بالزحف من خلال هؤلاء اللاعبين اللي هم أيقونات وطنية عند الشعبين كابتن هل أنت مع إقامة نسخة لهذه البطولة بالسنوات المقبلة؟ أنا مع تثبيت البطولة وممكن إقامتها موسم أو سنة بفلسطين أو سنة بالأردن ومشاركة فرق عربية على مستوى أنا بطولة مميزة بطولة مبشرة صراحة طيب برأيك توقيتها مناسب؟ هسنة الوحدات فقط غير مناسب الباقي لدي في البطولة كان مناسب فترة استعداد مميزة للدورة نعم نحن لدينا بطولة آساوية لازم يكون لدينا معسكر فترة مدة سبعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لكن آثارنا أنه نشارك لأن هذه بطولة تتمثل لنا وتعني لنا الكثير صراحة أكيد كابتن أعلن الوحدات يوم أمس تعيين المدرب الوطني رائد عساف مدير فني للوحدات وأنت مدربا عاما للفريق تعليقك على هذا القرار وكيف تنظر للمرحلة المقبلة؟ يعني القرار الكابتن رائد أخوي وصديقي وحبيبي ورفيقه عمري باعرفه من سنوات طويلة إنسان محترم خلوق ملتزم بالنهاية إدارة ارتأت أن يكون مدير فني وارتأت أن يكون الكابتن رائد موجود طبعا أنا موجود بخدمة نادي الوحدات أنا والكابتن رائد طبعا والكابتن رشيد والجهاز الطبي والجهاز الإداري كنا نكمل بعض لخدمة نادي الوحدات المرحلة المقبلة مرحلة صعبة ليس سهلة لدينا بطولة أعلى مستوى في بطولة آسيا لدينا مجموعة قوية ليس سهلة لكن إن شاء الله أن الوحدات تقدم مستوى يلقي باسم الوحدات ونعزز التجربة في الموسم الماضي من خلال المشاركة الأولى تكون المشاركة الثانية أفضل من خلال النتائج والأداء إن شاء الله نعم الكابتن رائفة العلامي سيكون محل الأداء مع الفريق وأيضا هناك إيمانويل مدرب لللايقاء البدنية يمكن محل الأداء ما عم نسمع بوجوده أو ما سمعنا بوجوده مع أي من الأندية الأردنية يعني الوحدات كان من السباقين أديش مهم وجود محل الأداء وهل تعتبر فرصة جيدة للفريق للتطور أكثر؟ لا أسأل لأي مدرب مستلم فريق بيقدر يكون متعاون مع محل الأداء بشكل شخصي ويعمل كل العمل لأن محل الأداء ما بيجع ملعب ما بتابع تمرين ولا بتابع مبريات إلا بنسب قليلة المطلوب منه من خلال الجهاز الفني طبعا تحليل فريق منافس الحالة الوجمية للفريق المنافس المشاكل الدفاعية اللي عنده طبعا هو المحل الأداء عشان يفصلها تفصيل زي ما بيحكوا لكن تواجد الكابتر الرافة اللي علامي موجود معنا في بطولة آسيا طبعا رح يكون أتوقع فقط في بطولة آسيا ما بعرف تفاصيل صراحة رح يكون مكسب لنادي الوحدات والجهاز الفني وإن شاء الله يكون عامل إيجابي للمجموعة طبعا الكابتر إيمانويل مدرب اللياقة شخصيا ما بعرفه شخصي لكن الإدارة ارتأت أنه يكون متواجد مع الجهاز بالفترة القادمة يعني الكابتن طبعا خبرته كبيرة كبير بالعمر إن شاء الله أنه أدي مطلوب منه على أكمل وجه إن شاء الله بطولة آسيا يكون عامل إيجابي للمجموعة والمستقبل يعني قابل لاي شيء صراحة أكيد بطولة دوري أبطال آسيا طبعا مش ضايل كم من يوم والفريق رح يبلش مشاركته في هذه البطولة كيف بتشوف استعداد الفريق لدخولها يعني الاستعداد كان فقط من خلال بطولة الدرياء بطولة القدس في الكرامة يعني كان نهاية الاستعداد يعني مريح نفسيا معنويا على أعلى مستوى الحالة الدهنية ممتازة البدنية ممتازة لللاعبين الحالة الفنية داخل الملعب ممتازة عندنا بعض المشاكل رح نشتغل عليها طبعا نحن الكابتر الرائد بقاعدة الكابتر الرائد المشاكل الدفاعية البسيطة إن شاء الله الأمور بتكون أفضل في الفترة إن شاء الله بنلحق يعني نلحق نصلح الأمور اللي عندنا فيها مشاكل إن شاء الله نعم خلال الفترة اللي أنت متواجد فيها مع الوحدات هل تابعت الأندية المنافسة للوحدات في المجموع؟ بالفترة الأخيرة لا أما سابقا نعم حضرت مباراتنا الساب في الفريق الإماراتي كلها فريق جيد عنده عمل جماعي على أعلى مستوى حالي دفاعي مميزة نعم لعبينه معدل أعمارهم مش كبير 24 سنة الفريق الأسبكي طبعا الفريق الفيصل السعودي متابعة في الدور السعودي صاحب من قبل الدرع وبطوة القدس والكرامة طبعا وفريق السد معروف للكل يعني فالفرق كلها قوي صراحة يعني قديش حضوظ الوحدات في هاي البطولة؟ خضوظنا زينا زي أي نادي في المجموعة رح نقاتل رح نقدم مستوى لقيق باسمنا واسمنا هذه الوحدات رح إن شاء الله نكون مناش نحكي حصان الأسفل فريق ووحدات فريقي كبيل إن شاء الله تآهل لكون من نصيبنا في الدور الأول إن شاء الله إن شاء الله طيب وعد لي جماهير الوحدات وتحب إنك تقدموا فيه أنا عطيت وعد سابقا وأنا موجود معي هنا قبل بداية الموسم في فترة العداد الأولى وبرجأ بعيده أنا بوجة نظري إن شاء الله ووعد مني شخصيا لن يكون متواجد على أرض الملعب إلا اللاعب الذي يستحق أن يكون متواجد هذا اللي بقدر أوعد فيه أما إشي بعلم الغيب صعب إن شاء الله الأداء يظل النسق في ارتفاع الحالة البدنية والدهنية ترتفع كمان إن شاء الله الأمور الأقدام أفضل أفضل إن شاء الله كابتن اليوم وصل آخر محترفين الوحدات إذا بدنا نحكي عن ملف المحترفين كاملا في الوحدات نعم كيف تقيمهم وهل رح يكونوا يعني أثرهم قدير رح يكون كبير في هذه البطولة يعني هو سؤال صعب شوي توقيته صعب شوي يعني المحترفين اللي موجودين معنا حاليا ماتياس كاسترو وبي تانج الذول أحضرهم الكابتن في يرا الكابتن المهاجم يعني بصراحة ما بدنا نحكي غير جيد غير موفق مش المطلوب لفريق مثل نادي الوحدات بالوقت الحالي نعم خصوصا لبطولة آسيا الكابتن بيتانج لاعب نص الملعب عندنا مشكلة كبيرة حاليا لأنه ما شارك معنا ولو لاعب مميز يعني بالتمرين قدم بصراحة إشي إيجابي كبير حالة بدنية ممتازة مهاري قوي سريع صاحب تزداد قوية يعني فيه مواصفات مميزة حتى المهاجم الأخير اللي هو المحمد أنس أنا من الناس اللي أنا اللي كتبت فيه أنه يكون متواجد بالفريق إن شاء الله يقدم الإضافة المطلوبة منه إن شاء الله شو المطلوب من جماهير الوحدات في هذه المرحلة ولا شيء المعتادين هم اللي قدموه دائما كل سنة بقدموه بيساندوا الفريق بيآزروا الإيجابيات اللي بقدموها أكثر دائما من السلبيات بسيطة اللي بتكون من الجماهير دائما متواجدين وداعمين وحاضرين أنا بتمنى عليهم الاستمارية بهذا المكان وهذا العمل حبهم لنديهم هو اللي بطينا الدافع للعمل طبعا كلمة منك لللاعبين قبل السفر للبطولة أنتم بتمثلون هذا كبير وبنمثل بلدنا الطيب بلدنا الأردن بنمثلهم خير تمثيل إن كان بالخلال السلوك أو الالتزام حتى بكرة القدم نقدموا استواليخ بإسمنا إن شاء الله نعم يعني متمنى لكم كل التوفيق في هذه البطولة بدي أرجع أقول ألف مبروك يعطيك ألف عافية على لقب بطولة أردن والكرامة كتير من المبسط لما مش وقتك دائما تظلك تذكرنا بالعصر الذهبي لكرة القدم الأردنية يعني بتذكر كنت أنا كتير صغيرة وأعد مع والدي وبحضر المباريات دائما لإسم رأفة علي فإن شاء الله بتستمر وتحقق المزيد من الإنجازات مع الوحدات الله يسلمين ظلك منورنا بأكستر ثاني أطول